أقول لك على حاجة بقى إحنا بدأنا وتكلمنا قلنا فيه أخبار بيبقى عليها علامات استفهام الخبر الأولاني اللي معنا هو ده الخبر اللي أنا أصدته تحديدا أو حرفيا زي ما إحنا بنتكلم لأن الواحد بس عايز يعرف يعني فكرة هنا وأنا هستخدم لفظ عشوائية إلى حد ما اللي إحنا شوية عايشين فيه فكرة هنا عالم كرة القدم الواحد ما بقاش عارف بكرة فيه إيه يعني لما نيجي نتكلم كمان كرة القدم الأفريقية تحديدا نتكلم عن دوري أبطال إفريقيا تتكلم عن مبارح الكاف زي ما حضرتك وأكيد تباعته تطلع البيان الخاص أن ملعب النهائي هيكون فيه المغرب يوم 30 مايو طيب يعني إحنا يمكن برضو في حلقة مبارح لو أنت فكر كنا بنتساءل والخطاب اللي أرسله النادي الأهلي طيب يا جماعة إحنا بنتمنى يكون الملعب يعني فيه أرض محايدة فأعتقد ده كان طلب مشروع جدا محدش قال أن إحنا كنا بنطالب أن يبقى عندنا على أرضنا إحنا عايزين أرض محايدة طيب هل ده السؤال هل ده عدل أن يتم اختيار الملعب بعد جولة الذهاب في نصف كان تكلم نهائي البطولة وفي دولة إفريقية طرف مفروض من الفرق الأربعة في نصف النهائي يعني دي تساؤلات إحنا بنترحها على نفسنا وعلى حضراتكم يعني فعلا الواحد عايز يفهم طيب الأخبار كمان الغريبة والغير عادلة دي لأي فريق إحنا حنوصل فيها الفين يعني أي فريق بيوصل خلاصة النهائي هو في نفس الوقت إحنا عايزين نعرف هل ده فار ولا مش فار الأهلي معتقدش أنه هو بيطلب حاجة غريبة الأهلي معتقدش أنه هو يا كريم يعني أنت عندك كمان على فكرة تضارب في المباريات ممكن ده الجزء اللي أنت حتتكلم فيك لا يعني أنا مش عايزة أتكلم كتير في هذا الموضوع لكن إحنا عندنا علامة استفهام كبيرة جدا وبعدين يعني أنا مش عارفة بصراحة أنا مبقيتش فاهمة ده حيوصلنا لإيه خريب جدا ده مباري حسوش البيدي عايزة أقولك كانت مقلوبة على هذا الموضوع وإحنا النهاردة حنتكلم لأنه ده دورنا خلي بالك من حاجة إحنا مش بطلعين بندفع عن الأهلي بس إنت لما بتيجي فريق مصري إنت كإعلام مصري لازم بتدافع أو لازم بتقادر الفرق المصرية بتاعتك وبما أن الأهلي هو الفريق المصري الوحيد اللي بيشارك فيديه البطولة فمن حقنا أن إحنا كمان يعني نكون واخدين صفه ولا ما أتكلم غلط لا بعيدا كمان طبعا يعني إلى جانب بقى حتة الانتماء والشعور بالانتماء إحنا بنتكلم في الأول وفي الآخر على أن في منطق يا إما يكون حاضر ومتحقق يا إما يكون غايب ومش متحقق بالضبط والحقيقة في الحالة اللي نتكلم فيها والحالة الكيس العموما اللي إحنا بنتكلم عنها هو فعلا حاجات عجيبة جدا على ما تستفهم كتير حول هذا الاختيار العجيب والغير عادل لأي فريق يصل للنهائي بسنسناء طبعا أصحاب الأرض يعني في حالة وصول الوداد المغربي للمباراة النهائية وبعدين أي منطق بيقول أن أي دولة في الدنيا بيتنظم فيها اتنين نهائي وراء بعض يعني ونهائي كونفدرالية يعني ما فيش غير دولة المغرب في أفريقيا في القارة كاملة فقط عموما يعني النادي الأهلي حاليا مركز أكيد في مباراة الإياب بغض النظر عن كل التفاصيل اللي نتكلم فيها مباراة الإياب أمام وفاق ستيف وبيدرس الأمر من كل الجوانب من حيث اللوائح والقوانين بتقول إيه وطبعا زي ما تعودنا أن الأهلي لا يسبق الأحداث ولا ينفذ قرار غير لو كان قرار مدروس النادي الأهلي بيدرس القرار وإن شاء الله يعني عشان يحفظ حقه من خلاله